فيربوا الولد على أنه مثلا الولد يبقى حاسس أنه هو بالنسبة لأهله المهدي اللي يهديهم يخرجهم من الظلمات إلى النور فالولد كل ما زاد في الدين يبص الأهله باحتقار لأنه أقل منهم في الدين وأقل منه في العقيدة وأقل منه في الحياة والعاذ بالله مع أن أبوه ده مكتوب على جبينه من بات كلا من يديه بات مخفورا له ومع أن الولد مكتوب على جبينه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال وذرة من كبر فالناس يعيني ما بتبقاش فهمه الولد جاب كل هذه القسوة وكل هذه العطلية منين وعشان كده من علامات الطبقية الدينية حاجة شوية أنا أقول لكم عليها يفضل يتربى أهل الطبقية الدينية على أنهما مجتمع مغلق مجتمع مغلق يعني إيه؟ إحنا المجموعة اللي شبه بعض هو ده المجتمع فيشتري من اللي زيه ويتكلم مع اللي زيه ويصاحب اللي زيه وياخد بقى يفهم الأحاديث والنصوص بطريقة فيها نحن أبناء الله وأحباه إزاي يعني؟ يقول لك كده يفهم نص مثلا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيه لا تصاحب إلا اللي زيك واللي شبهك ما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان في مجلسه بيعطي حتى المنافق حتى في مجلسه صلى الله عليه وسلم بيعطي الناس على اختلاف تدينهم على فكرة كمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نشوف الناس ونصاحب الناس مش معنا نصاحب الناس إن إحنا نخلي الناس تبقى في الدائرة القريبة مننا لكن ما ينفعش نعمل طبقية ونخلي كل الدوار اللي حوالينا لازم تبقى شبهنا ليه طيب؟ لأن ببساطة خالص إحنا بنحس بكده إن الحياة هي دي طب ولما نعمل دي الناس اللي حوالينا اللي يبقى كلهم شبهنا هنعمل إيه في حديث رسول الله سلم؟ أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف هتعمل إيه في إن رسول الله سلم قال من خلط الناس وصبر على أداهم خيرهم من من اعتزل الناس العزلة بتاعتك دي مش على مراد حضرة النبي لأن حضرة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى الطبقية الدينية بتربف الإنسان مجموعة من الصفات الخبيثة أول صفة بتربيه على احتكار الدين إن الدين بتاعه هو فيحس إن الدين بتاعه هو وبتعل شبهه في نمط التدين لكن الدين ده للعالمين فالله سبحانه وتعالى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهنا عايزين نقول حاجة مهمة إن التدين الصحابة على فكرة ما كانوا الشبه بعض يعني لما تشوف سيدنا أوبكر كان أوبكر الصديق سيدنا أوبكر كان من أكثر الناس اللي هم بيحسبوا نفسهم فكانت يديونه بيخليه ما يتكلمش كتير فسيدنا أوبكر لو شفته ما زي سيدنا عمر سيدنا عمر كان جريئا وكان مقداما في الحق سيدنا علي كان كل ما يتكلم كلامه يقتر حكمة فما بين سيدنا أوبكر اللي كلامه قليل وما بين سيدنا عمر الذي يعبر دائما عن مشاعره وبين سيدنا سيدنا الإمام علي اللي كان كل ما تكلم تكلم بالحكمة ما بين الأصناف دي وبين سيدنا عثمان شديد الحياء الصحابة كانوا مختلفين في التدين لدرجة أن أحد الصحابة لم صحابي آخر على شدة حياءه فقال الله رسول الله دعوا فإن الحياة لا يأتي إلا بخير يبقى كان فيه تدين كتير أشكال من التدين كتيرة ما بين الصحابة وكلهم كانوا مختلفين ففكرة أن يتربى على أن الدين من أهم أشكال احتكار الدين أن يخلوا الدين لي ملابس معينة فيه صحيح ملابس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها بس إحنا على فكرة ملابسنا إحنا في العصر اللي فينا دي ممكن تقترب من ملابس حضرة النبي بس أكيد شكل الملابس اللي كانت عند حضرة النبي مش ممكن نبقى رأيبين منها تيبكل لأن العصر تغير والثقافة تغيرت والملابس بتتغير بتغير التراث أصحيح فيه ناس بتحاول تحاكي ملابس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أن نتصور أن الصحابة كلهم بلبسوا نفس السياب ما كانش حقيقي ده حتى في السياب حتى في السياب لأن بعض الصحابة كان لا يجد إلا إزارا وبعض الصحابة لا يجد عمامة وبعض الصحابة لدركة أن الحديث أتى حديث الرسول الله سلم رب أشعث أخبر زي تمرين يعني ما يلبس عمامة هو أشعث أخبر يعني عار الرأس لو أقسم على الله لأبرة يبقى مش كل الصحابة كانوا على نفس شكل الثياب اللي كانوا بلبسوها فدي أول حاجة أن احتكار الدين وصناعة المجتمع المغلق دي من أكتر الأشياء اللي بيمارسها التبقية الدينية يقول له إيه روح اشتريب من اللي زيك الملتزم تبقى الرجل الفقير ده اللي هم إزايك ملتزم بس هو فقير يقول لك ما أن روح المتدين ده طبعا رسول الله سلم قال تصدق اليوم على غني تصدق اليوم على بغي تصدق اليوم على سارق الناس دولة مين هيكون ليهم يقول عايز بقى هو يكون في المجتمع يدخل في مجتمعنا لا 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 حضر النبي كانتش عارف بكده حضر النبي كانتش أمرنا بكده خالص حضر النبي أمرنا أن احنا نكون رحمة للناس مش نغلق على نفسنا ويبقى المجتمع مغلق ونزاك المجتمع المغلق من أهم علامات الطبقية الدينية إيه اللي حاصل يجاوزهم من بعض ويعيشوا مع بعض وبقيت الناس بعيدين يقول لي يعني أنت عايزني أتجاوز حد مش على أخلاقي ومش لا 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 حضر النبي كان بيتكلم على الدين بمعنى الأخلاق مش الدين بمعنى الصورة اللي أنا مصورة عن الدين يبقى أول حاجة بتظهر فيها الطبقية الدينية هو احتكار الدين الحاجة التانية اللي بتظهر التربيع على احتقار الناس أو الله فيحتقر الناس اللي شايفهم أقل منه في التدين فممكن عادي يعني يبص ديهم من فوق لتحت ممكن ما يسلمش عليهم على فكرة يعني أنا أقول لكم حاجة أنا عمر الوالداني بتحصل دي ترجمة نانسي قنقر